الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم ومبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين هذه المجموعة الثانية من فوائد شرحي الشيخ صالح آل الشيخ على العقيدة الطحوية الفائدة الأولى العلم في القدر نوعا علم في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود العلم الذي في الخلق موجود هو الشرائع والأحكام التي سنه الله عز وجل على المكلفين والعلم الذي في الخلق مفقود هو ما لم يوجده الله سبحانه وتعالى من أنكر العلم الموجود مثل الصلاة مثل الصيام هذه أحكام الله سبحانه وتعالى أمر بها من أنكر العلم الموجود كفر ومن ادعى العلم المفقود كفر الفائدة الثانية قول الله سبحانه وتعالى وسع كرسيه السماوات والأرض قال بعض أهل التفسير أن الكرسي هنا بمعنى الملك ومنهم من قال أنه بمعنى العلم ونسب بعضهم إلى ابن عباس رضي الله عنه أنه العلم وهذا ضعيف لا يصبح عن ابن عباس بل المروي خلاف ذلك عن ابن عباس رضي الله عنه وكذلك الكرسي إذا كان الكرسي بمعنى العلم أو الملك فهل علم الله أو ملك الله عز وجل فقط يشمل السماوات والأرض الجواب لا علم الله سبحانه وتعالى شامل لكل موجود ولكل مفقود سبحانه وتعالى الفائدة الرابعة أو الثالثة الفائدة الثالثة أن علو الله عز وجل على خلقه علو ذات وعلو صفات وعلو قهر علو ذات أن الله عال على جميع خلقه سبحانه وتعالى بذاته العلية وبصفاته وأنه قهر العباد سبحانه وتعالى وعلو الله عز وجل العام هذا ذاتي بخلاف العلو الخاص وهو سوى الله سبحانه وتعالى على العرش فهذا علو خاص وهي صفة فعلية أما العلو العام صفة ذاتية لا تنفك عن الله سبحانه وتعالى وهذا العلو العام دل عليه الكتاب والسنة والعقل والفطرة والحس مع ذلك أنكره أهل البدع لأمور حتى تخالف حتى هذه الأمور التي ذكرها تخالف العقل العقل الصحيح ولكن هو توفيق من الله سبحانه وتعالى الفائدة الرابعة الفرق بين الجحود والامتناع الامتناع أن يقول أن الخطاب يعني خطاب الأمر والنهي من الله عز وجل للجميع عدايا فهو يقول أني أنا لا أدخل في الخطاب الجميع يدخل في الخطاب أما أنا لا أدخل في الخطاب مثل مانع الزكاة في وقت في الوقت الذي كان فيه أبو بكر رضي الله عنه خليفة لما امتنعوا عن الزكاة بخلاف الجحود الجحود أن ينكر الخطاب له ولغيره فيحرم الحلال لنفسه ولغيره الفائدة الخامسة الفرق بين المجادلة في القرآن والمجادلة بالقرآن حرف يغير المعنى المجادلة في القرآن ممنوع والمجادلة بالقرآن مسموح كما يقال المجادلة في القرآن أن تضرب آيات القرآن بعضها ببعض بعضها ببعض كان تأتي للآيات المتشابهة فتجعلها حكما على الآيات المحكمة كما يفعل أهل البدع بخلاف المجادلة بالقرآن المجادلة بالقرآن أن تنصر الحق بالقرآن تنصر الحق بالقرآن وتستدل بالقرآن على الخصم الفائدة السادسة الخوارج يكفرون بالكبائر كما هو معلوم كبائر الذنوب الشيخ صالح حفظه الله استدل عليهم بأدلة كثيرة ولكن أبرز الأدلة التي ظهرت لي دليل قتل المؤمن عمداً الله سبحانه وتعالى ذكر قتل المؤمن في سورة النساء قال الله سبحانه وتعالى وَمَن يَقْتُل مُؤْمِنًا مُتَعْمِّدًا فَجَزَأُهُ جَهْنَّم خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ الله عليه ولعنه وعد له عذاباً عظيمة فهذا فيه شدة من الله سبحانه وتعالى في الوعيد شدة في الوعيد لقاتل هذه النس بلا حق لأن القتل بحق يجوز ولكن القتل بلا حق قتل المؤمن بلا حق فهذا من الوعيد الشديد من الله سبحانه وتعالى وهذه بالإجماع أنها كبيرة قتل النس بلا حق بالإجماع أنها كبيرة قتل النس المؤمن بلا حق كذلك المعاهد كأنا كلامي عن المؤمن الآن لو قتل إنسان مؤمناً بلا حق كبيراً من الكبار هذا حتى الخوارج يستدلون أنها كبيرة هذا بالإجمع المراد أن الله عز وجل جعل لقاتل هذه النفس سبيل وهو أنه جعل لولي الدم التنازل بلا عوض أو الدية فهذا الأمر الذي جعله الله عز وجل لولي الدم دليل على أن قاتل هذه النفس لم يكفر بالله عز وجل لأنه لو كان مؤمناً لأنه لو كان مؤمناً وقتل هذه النفس المؤمنة بلا حق وكان بهذا القتل مرتداً عن الإسلام ارتد عن الإسلام فإنه يقتل بالإجماع ولا يجوز لا لولي الدم ولا لغيره أن يتنازل لأن المرتد يقتل ردة فلما جعل الله عز وجل سبيل لقاتل هذا المؤمن وهو إما العفو وإما العوض بأنه أيش؟ الدية فهذا دليل على أنه لا يكفر بهذه الكبيرة الفائدة السابعة هناك ثلاث أسباب أو ثلاثة أسباب في تكفير أهل القبلة أهل القبلة يعني أهل الإسلام أهل الإسلام الهوى يرجع هذا التكفير إما للهوى وإما للجهل وإما للغير على الدين أهل هو مثل أني مجرد أن خالفتك أنك كفرتني هذا هوى الجهل بأنه لا يعرف ضوابط التكفير لا يعرف ضوابط التكفير فيكفر بجهله يكفر الناس بجهله مثل الفعل الخوارج الغير على الدين كالحمية والعصبية وهذه الأسباب الثلاثة ليست سبب شرعي جعله الله سبحانه وتعالى سببا أو جعلها الله عز وجل سببا شرعيا لتكفير الناس قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما كما في صحيح مسلم فالأمر عظيم جدا تكفير الناس عظيم جدا الفائدة الثامنة الناس في مسألة التكفير الناس في مسألة التكفير طوائف الطائفة الأولى كفرت بكل ذنب وهم الخوارج من مات على الكبيرة فهذا خالد مخلت في النار عندهم لا تنفع شفاعة الشافعين والطائفة الثانية التي قابلتهم هم المرجع الجهمية الذين لا يكفرون بذنب لا يكفرون بذنب بأي ذنب لا يكفرون مطلقا لا بالقول ولا بالاعتقاد ولا بالعمل والطائفة الثالثة الذين توسطوا وهو منهج الأدلة وهم أهل السنة والجماعة الذين أعملوا الأدلة في الوعد والوعيد فقالوا أن المسلم لا يخرج من الإسلام إلا بيقين وأنه يجوز أن يخرج من الإسلام باعتقاد وبفعل وبقول باعتقاد مثل أنه يعتقد في نفسه أن هناك مدبر مع الله أنه يعتقد في نفسه أن صاحب هذا القبر أنه ينفع ويضر القول مثل سب الدين مثل سب الرسول مثل سب الله عز وجل مثل الكلام الكفري العمل مثل أن يذبح لغير الله عز وجل أو ينذر لغير الله سبحانه أو يسجد لقبر أو لغيره هذا يكفر بذلك فهم أي أهل السنة لا يتساهلون في تكفير الناس كالخوارج ولا يمنعون منه مطلقا كالجهمية المرجعة الفائدة التاسعة إقامة الحجة على من تريد أن تحكم عليه بالكفر لا بد من أمري الأمر الأول المقيم للحجة الأمر الثاني صفة الحجة الأمر الأول الذي هو المقيم للحجة لا بد أن يكون عالما بالأدلة وبالحجج وعالما بحال الشخص الذي وقع في الكفر وصفة الحجة وهو الأمر الثاني أن تكون هذه الصفة رسالية يعني أن تكون هذه الحجة رسالية لا عقلية ولا عاطفية لماذا نقول رسالية؟ لأنه إذا استدل على هذا الإنسان الذي وقع في الكفر يستدل عليه بالكتاب والسنة لأنه إذا رده يعني الذي وقع في الكفر إذا رد المقيم للحجة فإنه يرد الوحي لماذا يكفر؟ لماذا يكفر؟ لأنه رد قول الله عز وجل وقول النبي صلى الله عليه وسلم أما الأدلة العقلية والعاطفية لا تنضبط الفائدة العاشرة وهي الأخيرة في هذه المجموعة الثانية أن صفات الله عز وجل مباينة لصفات المخلوق من وجهه الوجه الأول أن الله عز وجل اتصف بهذه الصفات على وجه الكمال وليس ذلك للمخلوق لأن المخلوق لم يتصف بها على وجه الكمال الأمر الثاني أو الوجه الثاني أن الله عز وجل اتصف بهذه الصفات ليس لحاجة لها يعني اتصف بها سبحانه وتعالى غير محتاج لهذه الصفات بخلاف المخلوق الذي اتصف بالصفات حاجة لها حاجة لها الله عز وجل اتصف بالصفات لكماله سبحانه وتعالى أما المخلوق لما اتصف بهذه الصفات اتصف بها لأنه يحتاج هذه الصفات مثل اليد اليد صفة وهي من أجزاء المخلوق الله عز وجل جعل هذه الصفة لهذا المخلوق وهي بالنسبة لله عز وجل صفات وبالنسبة لنا أجزاء وأبعض المخلوق اتصف بهذه الصفة صفة اليد حتى يعرف كيف يأكل يشرب يعطي ويمنع يبطش الله عز وجل جعل له هذه القدم حتى يمشي ويتحرك الله عز وجل جعل لهذا الإنسان العين حتى يبصر المرئيات الأذن يسمع السمعيات اللسان الكلام يعني حتى يفهم كلام هذا المخلوق فالمخلوق احتاج لهذه يعني التصف بهذه الصفات حاجة لها أما الله عز وجل اتصف بها لكماله سبحانه وتعالى نكتفي بهذا القدر والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبرك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين